السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائنا طلاب السادس الإعدادي وزارة التربية تعلن عن تغيير جدول الامتحانات الوزارية 2023 الدور الأول بسبب عطلة عيد الأضحى المبارك فالتغيير راح يكون مو بكل جدول عندك حسب الكتاب الرسمي اللي نزل اليوم 21-6 يقول لك يكون امتحان مادة اللغة الإنجليزية للفرع الأحيائي في يوم السبت الموافق مصطع السبع ويكون امتحان الفرنسي يوم السبع الأسبوع السبع تبقى امتحانات بقية المواد كما هو معلن في جدول بدون أي تغيير ولكافة الفروع والدراسات يعني فقط عندنا الأحيائي راح يتأثر بالتغيير هذا الكتاب الرسمي بعد ما نزلنا الكتاب الرسمي راح ننطيك نسخة من الجدول الجديد الجدول الجديد بعد التعديل صار بهذا الشكل احنا اليوم أربعاء طلاب التطبيق والأدبي والفنون امتحنوا إسلامية باشر الخميس اللي هو اثنين وعشرين الأحيائي راح يمتحنون إسلامية وباقي الدراسات نفس الحالة تمام؟ السبت راح يكون التطبيق يعدهم عربي الأحد راح يكون الأحيائي يعدهم عربي الاثنين التطبيق يعدهم إنجليزي وراها راح تبدأ عطلة اللي هي السلاثاء فعندي بالدراسة العربية فقط راح يكون التغيير اللي هو امتحان الإنجليزي راح يصير آخر شيء يعني مو ورا العيد انت تجي تقرأ إنجليزي لا ورا العيد راح تجي تمتحن أحياء لأن امتحانك يوم الأربعاء راح يكون أحياء خمسة سبعة بالنسبة للأحياء احنا دا نحكي الثمانية سبعة راح يكون رياضيات الاثنيين راح يكون عشرة سبعة كيمية الاربعاء اثناعة السبعة فيزياء بعدين عدنا السبت خمسة سبعة راح يكون إنجليزي وراها سبعة 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 راح يكون فرنسي فإذن التغيير راح يكون فقط بالفرع الأحيائي أما التطبيقي والأدبي والفنون وباقي الدراسات والأفرع راح يكون الجدول مثل ما هو بدون تغيير فأتمنى إنشاء الله تكون الملاحظة جدا واضحة إلك يعني امتحانك مال الإنجليزي راح ينشان من يوم الثلاثة ينضاف يصير آخر شيء بالجدول يكون قبل الفرنسي يعني خمسة سبعة سبعة الإنجليزي وراها سبعة 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 الفرنسي بالنسبة للدراسات المتميزين عندك الملاحظات بقت مثل ما هي أبدأ امتحان الساعة السابعة صباحا حسب التوقيت المحلي لمدينة فقدر داخل وخارج العراق ونتمنىكم إنشاء الله توفيق والنجاح آمين